بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في علاقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أذوتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن محي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أو صحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم ترتهوا لنرجبنكم وليبسنكم منا وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة من يلدني الرحمن بضر لا تؤمن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إلا لفي طلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جرد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزكون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منضرون وآية لهم الأرض الميتى أعيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنام وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنهم وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسعاج كلها مما مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه نهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تغير العزيز العيم والقمر خطرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبقون وآية لهم أننا حملا نريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رغمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معارضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعاما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولوا لمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم نرجعون ونفق بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقضنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تضل نفس شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسراجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها حاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تغعدون إسنوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعيوهم فاستمقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مريا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون ومن للاها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخضوا من دون الله يالية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم فهم لهم جند محبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العمام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ما هو الخلاق العليم إِنَّمَا أَمُّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ